موسيقى ضيف اليوم في هذه الحلقة من برنامج وشات نظر المرشح لعضوية ونقيب المحامين المحامة رمز هيكل أهلا وسهلا فيك ماتر عنا بسبوتشات شكرا على استضافتك وأنا مستعد رد على كل الأسئلة اللي ممكن تطرحي عليك شكرا لنبدأ بالسؤال الأول والبديهي طبعا ليش اليوم قررت تترشع على هيدا المركز؟ أنا قررت تترشع على هالمركز لعدة أسباب السبب الأول لأنه قلال السنتين اشتغلت بملفين كتير صعبين بنقابة المحامين الملف الاستشفائي واللي أدى إلى استعادة مبلغ 16 مليون دولار لنقابة المحامين وملف التاني هو ملف المرفق والسبب الثالث هو لأعطي أمل للشباب المحامين بهالظروف الصعبة ببلد عبينهار كل شيء عبينهار فيه بدنا نخليهم يضلوا ببلدهم ونعطيهم أمل ليشتغلوا للمستقبل اليوم شو بميز المحامة رمز هيكل عن باقي المحامين؟ يعني اليوم حضرتك لتقنع المنتخبين ينتخبوك ويصوتورك شو بميزك؟ شو برنامجك؟ أنا اليوم عندي خبرة 43 سنة بمهنة المحامات على الأرض تاني شغلي أنا محامي ممارس واشتغلت بالنقابة بموضوع أصعب ملف كان خالق إشكلات كبيرة اللي هو متل ما خبرتك ملف التأمين الاستشفائي وعندي نظرة كيف للمستقبل عنا نقدر نرجع نغطي المحامين بالاستشفى بالرغم من الظروف الصعبة وتدهور سعر صرف الليرة ورفع المستشفيات لأسعارها عندنا عندنا تصور لأنه اشتغلنا بهالملف والشغلة الثالثة هيدا ملف المرفأ هيدا الملف اللي بيخلينا نتابع لحتى نوصل للعدالة وإذا وصلنا للعدالة بهالمرفأ ولح نوصل شو بدي يصير عنا قضاء مستقل لأنه القضاء المستقل هو بيكشف لنا الحقيقة وهو بيوصلنا للعدالة اليوم في حال فزد بهذا المنصب نقيب المحامين خلفا للنقيب ملحب خلف كيف تعد اليوم أهالي الشهداء وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت كيف رح تتحقق العدالة بوطن ما في عدالة كلنا بنعرف أنه العدالة غيبة لا ما فينا نقول بوطن ما في عدالة في عنا قضاء مستقلين شرفاء عم بيشتغلوا نحن دورنا كنقابة محامين نظل مستمرين نلاحق هالملف قانونيا لحتى نوصل أهالي الضحايا اللي نحن منمثلون تعرف أنه عنا شيء 1200-1400 شخص نحن نمثلون بنقابة المحامين وبهالدعوة هاي والنقابة كمان هي طرف مدعي لذلك نحن مصرين على نتابع الملف أمام القضاء اللبناني لحتى القضاء اللبناني بالرغم من كل الصعوبات اللي عم يتعرض له والمداخلات السياسية اللي عم بيجربوا ويمرسوها عليه هو يطلع رابح لأنه إذا ربح القضاء اللبناني ربحوا أهالي الضحايا ربحنا كلنا صار عنا دولي اليوم ماتر فيه 40 شخص مرشح على زيت المنصب كيف بتفسر هيدا العدد الكبير من المرشحين هل في رغبة عند المحامين بالتغيير وبتحسين وضع المحامين كيف بتفسر الموضوع؟ خليني أشرح لك ليه في هالعدد الكبير؟ أول شي في عدد لازم ينتخب لهو تسعة ليش تسعة؟ كل سنة نحن منجدد بأربعة سنة الماضية بسبب الكورونا ما صار انتخابات إذن الأربعة السنة والأربعة سنة الماضية تمانية استقال أحد المراغب بالترشح صرنا تسعة هلأ نزله أربعين أربعين على تسع مقاعد مش كتير هيدا بيدل على عافية بيدل على ديمقراطية على منافسة وبالتالي شغلة جيدة مبلئية خطأ وخليني يتحمسوا المحامين بهالظرف الصعب انه جايين يشتغلوا مش جايين يعبوا مراكز هيدا اللي أهم شي بالموضوع انه اليوم نحن ببلد عبينهار نحن ببلد ما في عنا أفاء إلا نقابة المحامين بالوقت الحاضر اللي هي مش بس رافعة وطن هي اللي ساندي الوطن ساندي القضاء ولازم تضلوا واقفي لحتى نوصل كلنا إن شاء الله بها الفكرة هايدي ونضلنا مستمرين بهالموضوع ماتر هيكل اليوم الموضوع بطل مخبة على أحد ولكل العالم تعرف فيه تقريبا انه العلاقة بين القاضي والمحامة ليست على ما يرام اليوم في حال انت فزت بهيدا المنصب وصرت نائب للمحامين كيف رح تحسن العلاقة مع السلطة القضائية لكن لما منطبق القانون كل شي بيستقيم كل شي بدنا نسعى له بنقابة المحامين انه يصير تطبيق للقانون لما بيستقيم تطبيق القانون بيصير في عنا علاقة جيدة تاني شغلة في عنا منصة انشاءنا قيب المحامين نقابة المحامين انشاءتها هالمنصة تتعلق بالشكاوى اللي بتجي من المحامين بالممارسة ان كان حصلت مع قضاط او حصلت مع كتبة او حصلت مع دوائر رسمية وذات الشي نحن بذات الوقت لازم كمان نطلع على صفوفنا لحتى نحسن ايداءنا ونرجع نأهل محامين ليكونوا على المستوى اللي منحلم فيه نحن نقابة المحامين هي نقابة اللي كانت تخرج رجال الدولة نبطلت من فترة بدنا نرجع نشد عصبنا لنخرج رجال دولة وسبب هيدا سؤل العلاقة اذا فينا نقول بين المحامة والقاضي ما تنسي السياسة شو دخلت بالمحامين ببعض المحامين وببعض القضاط هالسياسة خربت كل شي لانه صار كل قاضي عم بيعنده مرجعيته وكل محامي عم بيجري بيكون عنده مرجعية وهيدا شي خطأ ليه لانه بعدنا عن تطبيق القانون بس نرجع الى تطبيق القانون والاستقامة نحن منكون بألف خير مات الرمزة لنحكي عن الموضوع اللي بهم معظم اللبنانيين وجميعهم اذا فينا نقول اليوم الاموال المودعة بالبنوك اللبنانية والمحجوزة بالبنوك اللبنانية اليوم هل في امل فينا نطمن المشاهدين انا وحضرتك انه ايه في امل نوصل لوقت ناخد اموالنا المحتجزة بالمصاري هذا لازم نشتغل عليه هذا امل فينا نحققه اذا نشتغل عليه كيف نشتغل عليه اليوم خلينا نعرف انه وضع المصاريف هي وضع ما عم تقدر تدفع اموال الناس ليه ما بتعلن افلاسها لك انا اه اذا اعلننا افلاس المصاريف معناتها دمرنا كل القطاعات الاقتصادية بالبلد بطل في عنا تجارة بطل اقتصادنا حر نحنا اذا لازم نلاقي وسيلة نخلي المصاريف تتنظف حالها ترجع تتكون رسميلها ما هي الوسيلة؟ هيدنا بدون يدفعوا اصحاب المصاريف بدون يدفعوا بدون فوتوا معهم مساهمين لحتى يكبروا رسميلهم يرجعوا يقدروا يستمروا يرجعوا يشتغلوا شوي شوي وبالتالي عيدوا كل اموال المودعين للكل لانه ما فينا نحنا نمشي بتدمير قطاع اقتصادي متل ما هو ان المصاريف لحتى بالاخر يجي حدا يشتريه بان فرانسان بوليك وبالتالي ننتقل من اقتصاد حر الى اقتصاد موجه ونصفي كل ما بدنا نشتري دولار بدنا نروح على المصرف المركزي واذا اشترينا من السوق بيصفي في جرم جزائي متل ما عم بيصير بالدول المجاورة لا وهيدي ما منقبلها اذا لازم نشتغل عليه وهيدي الفترة اللي سنتين بعد اقفال المصاريف اذا في عنديك ننتريك اقفال المصاريف ابوابة 17-20 اقفلوا جمعتين بعد هاي الى اليوم بعدنا مستمرين بصورة غير طبيعية مغير مقبولة مستقرة مستمرة هايدي ما لازم تستمر هايدي الفترة لازم نوضع لحد لحتى نبلش نرجع نبني قطاع مصرف جديد منظم شفاف ادارته سليمة ما له علاقة بالادارة القديمة لحتى نقدر نرجع نبني اقتصاد حر يعني اليوم ما جواب كله امل مش امل لا لا مش امل في خطة عمل بدا تمشي هالخطة العمل اللي هي انه اكيد في شئ القديم بديك تعمل المحاسبة وهيدي اساسية بس شئ المستقبل ما فيك ترجعي دمري قطاع المصرفي وما ترجعي تبنيه بنا نبنيه على قسس سليمي شفافة ومن هون انا باقترح الغاء قانون السرية المصرفية هيدا القانون العميد ريمو قدي الله يرحمه لما حطوا سنة 56 قدم الاقتراع على مجلس النواب كان فيه له مبررات لانه المبررات تبع هالقانون هايدي ترجع للبيترو دولار اللي يجيبوا رسميل من الخارج الى لبنان وهيدا اللي خلى لبنان يزدير وسموه بوقته سويسرا الشرق قانون السرية المصرفية اللي كان موجود بسويسرا موجود بلبنان اليوم ما عاش إلو عازي ليش ما عاش إلو عازي لعدة أسباب لأنه صار الفاسد بيتخبى بقانون السرية المصرفية اللي بد يهرب من الضريبي بيتخبى بقانون السرية المصرفية اللي بده يرتكب اي جرم بيتخبى بقانون السرية المصرفية لا لازم ننتقل من بلد نوعي الى بلد شفاف حتى نتمكن من نتابع المسيرة بكل وضوح وهيدا هو المستقبل ما فينا بقى نظلنا مستمرين بوضع غير مقبول ما فينا نظل مستمرين بإخفاء شوفي مثلا عملوا رفعوا السرية المصرفية لمدة سنة اللي يمكنوا الفراز تقدر رفعت هيدا السرية المصرفية لمدة سنة على السياسيين ومدري شو اللي معنيين بالحسابات طيب ما خلصت السنة وبعدين منرجع من نوقع أنه ما منح لا خلصنا قانون السرية كان له مبررات اليوم بطل له مبررات لازم نلغي ونفوت على حسابات الناس كلها تقدر أكيد ضمن احترام السرية المهنية هذه السرية المهنية ما إلا علاقة بالسرية المصرفية سرية المهنية أكيد بتظل مستمرة مش منقعد من نقبرش هيدا شو عنده وهيدا شو عنده لا بس ولكن ننفوت لحتى الدولة تقدر تنتظم بشفافية خاصة أنه قانون مكافحة طبيعيذ الأموال ألزمنا بقواعد ولازم نتأيد فيهم ولازم نطبقهم لحتى يكون عندنا شفافية مطلقة ماتر هيكل كيف ترى الإخبار بحق وسائل العالمية والأخير بحق محطة أم تي في والأعلمة مرسل غانم أمام المحكمة العسكرية والدعاوة المقدمة بوجه ماشطين وسياسيين خليني أقولك شغلي أساسي نقبت المحامين دورة دافع عن الحريات والحريات هي منصوصة عنها بالدستور وكل شيء مسموح للواحد يكون عنده رأي مختلف عن الآخر لازم نحترمه أنا ما بقبل ولا بشكل من الأشكال أنه تتلاحق وسيلة عالمية مثل الأم تي في وهي وسيلة ما في شك رائدة في لبنان وهي اللي عم تعطينا كتير أخبار اللي غيرها مش عم بيقدر يعطيه أو منه موجه بشكل أو بآخر أما الإعلامة مرسيل غاني مع احترامي إله أنا بحترم كتير رأيه وبالتالي هذا إعلامة مميز هذا من قبار الإعلاميين بلبنان وبالتالي ما ممكن يتلاحق لأنه الرأي مخالف لرأي السلطة المنظومة لازم تحل عنها بقى بها القصاص روح تفتش تخيط بغير مسلي نحن لازم نظل مستمرين بالحريات وأنا بدي حييهم من عندك لا الام تيفي ولا الاستاذ مرسيل غاني على نشاطهم وعلى كل شيء عم بيعملوه لحتى يضلوا الناس عندهم علم بكل الأمور اللي عم بتصير بهالوطن ماتر هيكل هل بتأيد إلغاء المحاكم الاستثنائية ومنها المجلس العدلي والقضاء العسكري يلي بيفطرد صلاحيته بالقضايا العسكرية حصرا؟ خليني إليك نفرق بين شغل تاني بين المجلس العدلي وبين المحاكم العسكرية المحاكم العسكرية توسعت صلاحياتها بالممارسة بشكل غير مقبول المحكم العسكرية لازم بس تحاكم العسكر وتظل محصورة بالعسكر اليوم المحكم العسكرية موسعة تحاكم المدنيين أيضا؟ وهيدا مش مقبول لازم تعديل القانون لحتى تحديد صلاحياتها بصورة دايقة أما موضوع المجلس العدلي هيدا بحيله مجلس الوزراء لما بيكون فيه جريمة مثل جريمة المرفق إلى المجلس العدلي هيدا محكمة استثنائية خاصة بتحقق فيها من محقق عدلي هاللي بيكون عنده صلاحيات استثنائية بيحاكم العسكر جاب العسكر لعنده هلأ ما بدون يجوا الوزراء يصطفلوا بس هيدا هو عنده صلاحيات بيشمول كل الناس ما فينا نحصره بقصة من الناس دون آخرين هيدا لأنه جريمة استثنائية جريمة كبيرة وبالتالي هيدا الجريمة بده تتحاكم أمام مجلس عدلي والمجلس العدلي بس في عندي نقطة إذا بدنا نحكي بالمبادئ إنه ما في بالمجلس العدلي درجتين لأنه أقل شيء بالمحاكمات لازم يكون فيه على الأقل درجتين مجلس العدلي بيجتمعوا هني مألف من كبار رؤساء الغرف في محكمة التمييز هاللي هني بينظروا بالدعوة أنا كنت بتمنى إنه يكون فيه درجة أولى ودرجة تانية للمجلس العدلي هاللي هو بيصدر الحكم لأنه الحكم هو اليقين يعني لما بيصدر بالنسبة إلنا كمحامين الحكم هو هيدا الحقيقة هيدا كإنجل شي ماتر هيكل بتحب تضوي على شي معين قبل الختام؟ أنا بتشكريك وبتمنى لك التوفيق شكرا لألك وأنا كمان بتدوري بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يعني بتربح الانتخابات وبتحقق كل مسجوعك الانتخابات تسلمي شكرا متابعي سباتشات هيدا كانت حلقة اليوم من برنامج وجهة نظر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر